السلام عليكم. دورت عن موضوع قصة الـ Life style of the Radiologist. الناس مبقاش يعني عارفة. هل نقول. انت كالـ Radiologist في مصر. كده معنا مصر. تمام؟ مصر بزيت اسكندرية. ما عرفش بقى لو حدثيه محفظات الـ Life style مختلف. جايز يعني. اول يعني بالذات اول 3-4 سنين من حياتك. لما تبقى انت في لسه جونيور. اول لسه مبقيتش مسترايز. ومنزلنا باتشات كتير. يعني هتا الطحن. مش قصة اشعة لما انت تبقى انت تبقى انت تبقى انت تبقى انت مصر تقيله وابتتعب قوي يعني فينا مشقاط بتبقى سنى 24 ساعة وفيه 36 ساعة. بتنام فيهم اربعة او ستة ساعت. المتعمين. فهي مش من النقابات المريحة قوي يعني. او انا عايف طبعا لو هي حد مش راديولوجست. خنب طول العضل. سمعوا الكلام دارا بنتحقوا. بس يعني. والله احنا كده جاعم فانا بنتحق. او احنا عادي نفهم ماكد تكييف دي ميزة رهيبة جدا جدا في الاشعة. انك في عز الحر الناس كلها مفرهدة وانت قاعد جوا مع اجهزتك قاعد في التكيف ودي ميزة جدا رهيبة في شوانة الاشعة بعد تبقى مسترائز وتبديد ان انت هتبقى سبيشالست بعد مسلا خمس او ست سنين الدنيا بتحلقه شوي ومشارك بتقل شوالة برافت بتاعك بيبقى وليستابلشت شو بحلو النظام الشوالة عادة بيبقى نظام في النسبة للخصائي هوا لو انت عشتها في مركز اشعة هي نظام شفتات ولي شفتها بحلوات بيبقى ست ساعات في شفتين في اليوم او لو انت بشتغل في عيادات الاشعة في المستشفى تبقى توسط مدتها من ساعتين لاربع ساعات فانت ممكن بسلا تعمل اكتر من زيارة اكتر من المستشفى في نفس اليوم مانيوايز ده طبيب الاشعة نائب الاشعة من اكتر نواب اللي ما بيشتغل برايفت يجيب فلوس اكتر من زمانه اللي في نفس الكاتيجر سبيشاليست الاشعة في بداية مرحات نواب سبيشاليست برضو بيجيب انكم اعلى من بيئة زمانه مع نهاية السبيشاليست بتيتي طبعا خفصات اخرى بيجيب فلوس اكتر منك طبعا موقع تبقى قراحة شوية لكن ما كونسلتنت قراحة بيجيب انكم اعلى منك بكتر بس انت بجيب انكرب كويس يعني تبقى مستريح بالنسبين تبقى جوا مص قبرة مص يعني انت دكتور عشاء كونسلتن ده لا ده يعني انا شف ده يعني هي كويسة ليك في الكريب بتاعك وعنشتها تشغل الحد كبير مريح مين اللي بتربورت سيتي و امر اي و بات سيتي لو انت خصصت نيكلير مدسن فهمت شغلات الحلوة لفلوسها كويسة جدا يعني فاوفرول هي بس في الاول تبقى صعبة زي كل تخصصات يعني ما مفيش اصلا تخصص في الطبقه مش طعب في اول في بداياته يعني في تخصصات في الجراحة صعبة جدا جدا في وانت نائب وحتى وانت سبيشالستي انت في اشاعة احسن حالا يعني في الناس كتير في ميزة في الاشاعة انت في التشخصية بتظهر لما تكون يعني في مرحلة pre consultant او consultant يعني وهي التالي راديولوجي ان انت تبدي تريبورت منو انت برا من مركز يرفعو لك الفقصات اونلاين وانت تكتبها فممكن تتريبورت من البيت ممكن تتريبورت من الساحل ممكن تتريبورت من اسوات ممكن تتسافى برا مصر وتريبورت ممكن يجيلك شغل من برا مصر تبقى تشتغل من لبرا وبطيبط بفلوس برا بس دقوا مصر دي فرص مش متاح قوي قصة اللي هي انت تريبورت من برا مصر شغل من برا مصر يعني بس موجودة يعني في ناس كده فدي موجودة التالي راديولوجي يعني ميزة متعة حلوة بس طبع عشان تعمل كده انت تبقى انت اول حاجة consultant اتبقى consultant شوطر جدا عشان طبعا الغلطة فورا فعشان حد بعيدة عندك يصدق فيك لس انت تبقى انت اسمك كويس وشامعتك كويسة اه فأتمنى ان شاء الله تبقى لي يعني اجدبتك على قصة طبعا بالنسبة للبنات قصة radiation hazard في الأشعة تقريبا 0 يعني مفروض ان كل الأماكن معزولة الناس الجماعة بتوع الحماية من الأشعة اللي هما بيشيكع كل الأماكن عانيفين جدا في التقيبات بتاعتهم وبيعملوا التشيكب على طول وانت بوقت بتعمل التشيكب يعني لو انت عارس كيف دوزيميتر يتعلقوا كده تحطوا في جيبك وبالذات فعلا لو انت راح تشتغل في مكان جديد او في مستشفى جديد وانت باش متطمن قوي مثلا موضوع الرصاص والترصيص والحاجات دي ممكن تخلي معك تقيس به تتأكد ان فعلا المكان تمام فوش اي تسريب وكده خلاص انت تتطمن يعني ودي نقطة انصح بها يعني بصراح دايما بتعمل معك الدوزيميتر بتاعك لتشتريه وتستخدمه في اي مكان جديد انت راح تشتغل فيه خاصة لو انت قريب من جهاز عادة في مكانك كبيرة قوة دي الريبورتنج بتبقى بعيدة عن الجهاز فالدوريتي اصلا بعيد فانت باش علامة حاجة بس لو انت تشتغل مكان عادتك في المكان قريب من جهاز السي تي بالزات لابا احتاج تتطمن مرة كده ان الدنيا تمام اهلا مركز اشعب الريبورتنج بعيدة خالص عن الجهاز السي تي فانت او انت يعني متخافيش خالص او انت متخافش خالص من قصة الريديشن اه انشاء الله هيكون على موضوع الانترفينشن راديولوجي وسيار كده شكرا شكرا